اشتركوا في القناة من العدد الخامس عشر فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونة اتحبني اكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارعى خرافي قال له ايضا ثانية يا سمعان ابن يونة اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارعى غنمي قال له سالسة يا سمعان ابن يونة اتحبني فحزن بطرس لانه قال له سالسة اتحبني فقال له يا رب انت تعلم كل شيء انت تعرف اني احبك قال له يسوع ارعى غنمي امين وليبارك لنا الرب هذه الكلمة المقدسة ولي اسم الرب كل المجد عن جهاد محبي واليوم ساتتكلم عن امتخان محبي امتخان ماذا تعرف there is تعرف hijoهم لما هنحد بيدخل الامتحان او بينجح او بيرسب او بيكون ناجح او بيكون ص packed في الامتحان اليوم لما بدنا نتكلم عن هذه المحبي بدنا نتكلم عن امتحان المحبي ولمن بدنا نوضع محبة المسيح للامتحان ومحبة المسيح هي تفوز وتفوز بامتياز عالي جدا لانه لمن المسيح احبنا احبنا بيقول محبة ابدية احببتك ولمن المسيح احبنا احبنا بدون اي هدف وايضا المسيح احبنا ونحن خطاط ولم يتوقف هذا على الكلام فقط بل برهن هذه المحبة بطريقة عملية استنازل من السماء اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب ان محبة المسيح لم تتراجع امام الالم ولا امام التحدي ولا امام الاستهزاء بل احتمل الصليب بل احتمل الصليب مستهينا بالخزي ولم نوضع هذه المحبة في الاختبار منشوفها محبة ناجحة بامتياز المسيح نجح في محبته بامتياز اذا اذا لنقول امتحان المحبة المسيح يعني كان امتياز امتياز عظيم اذ ان الرب يسوع المسيح تحمل تحمل الصلب حتى الموت نزل الى اقصام الارض السفلة ان محبته لم تتوقف عند اي حد لقد احبنا بلا حدود لقد فاز المسيح بمحبته في كل الامتحانات التي اجريت لهذه المحبة بتورجوني اي محل المسيح صأت في محبته المسيح دايما كان فايز في محبته لان هو الله المحبة المسيح هو الله المحب واسمعوا لمن اجى الشاعر يوصف محبة المسيح قال بهذه الكلمات وشوفوا كلام الشاعر شو عميق قال لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل نبتة قلم والكل بالوصف اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب يعني محبة الرب يسوع فاقد سمت فاضت طمط مقدارها عجيب وهون بدي لكم الشاعر عجزة عن الكتابة لانه بيقول كل محيطات العالم لو كانت حبر ما بتكفي حتى نكتب لو كانت كل نبتة بكل الكون اقلام ولو كان كل الجلد هو اوراق تنكتب عليه اقول كلها ما بتساعة حتى نكتب عن هذه المحبة العجيبة ان محبة المسيح محبة عجيبة فازت بالامتحان ونجحت بامتياز عالي جدا قلوها هليلويا مجدا للرب لانه بيحبنا بهذا المقدار لكن خلينا نجيب المقابل حتى نختبر محبة بعض المؤمنين او بعض الرسل وخلينا ناخد على سبيل المثال بطرس شو رأيكم مش بطرس رسول كويس خلينا نوضع محبته تحت الاختبار لنشوف اديش بينجح و اديش بياخد العلامات طيب بيقول الكتاب الرب يعني الرب يسوع لمن اجا يخبر تلاميزه و بيقول ان هو ذا الشيطان قد تلبكم لكي يغربلكم كالحنطة و بيقول لتلاميزه انه ديروا بالكم لانه الشيطان بدو يعمل تخريب بيناتكم بدو يسيء لكم بدو دركم و اجا سمعان بطرس في لوقة 22 و عدد 31 قال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة و هون اجا الامتحان يعني الشيطان بدو يغربلك و يشوف اديش محبتك سابتي و اديش انت اوي لكن شو قال له بطرس بعد 33 قال له بطرس للرب يسوع يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن و الى الموت نشكر الله لانه بطرس مستعد مش ايه وهذا لسان حال كل واحد منه بيقول له يا رب انا بحبك يا رب انا مستعد اني اروح معك حتى الى السجن مش بس الى السجن يا رب حتى الى الموت انا مستعد كلام بطرس كلام حلو و جيد جدا و ايجا الامتحان الاول اوكي خلينا نشوف كدهش اخد بطرس على الامتحان الاول الامتحان الاول بلوء اتنين وعشرين وعدد اربع وخمسين الى سبع وخمسين قال فاخذوه اي اخذوا الرب يسوع المسيح وساقوه و ادخلوه الى بيت رئيس الكهنة و اما بطرس فتبعه من بعيد و لما اضرموا نارا في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه و قالت هذا كان معه هذا الامتحان الاول هذا كان مع المسيح شو عمل بطرس قال فانكره قائلا لست اعرف يا امرأة انكر و قال انا ما بعرف هالحاكي اللي انت عم تحكيه هذا مش مزبوط اني انا ما كنت معه و اسمعوا و شو بيقول بالامتحان الاول بطرس اديش اخد علامة قولوا معي سفر اخد سفر هذا اول امتحان سقط فيه و اخد سفر بدنا نعمل امتحان للمحبة نحن اذا يا بطرس كنت عم بتقول يا رب انا مستعد ان يروح للسجن مستعد ان يروح للموت لمن اجاك اول امتحان شو اخد فيه اخد سفر اجا الامتحان التاني خلينا نشوف تاني امتحان والامتحان التاني بلوقة 22 وعدة 58 قال وبعد قليل رآه اخر و قال انت منهم ف قال بطرس يا انسان لست انا و تاني مرة شو عمل انكر و هالمرة كمان اخد سفر هذا تاني امتحان طيب كم مرة واحد بعيد الامتحان خلينا نعدلوا ياها مرة تالتي و منقول التالتي تالتي سابتي ماشي تاني شوف اديش نجاح بطرس في الامتحان المرة التالتي بلوقة 22 59 و 60 بيقول و لما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائلا بالحق ان هذا ايضا كان معه لانه جليلي ايضا فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقوله بلاش يحلف و يلعن و يشتم و يصب و يقول اني انا ما بعرف المسيح يا سلام هذا التالت امتحان اخذ فيه كمان سفر طيب شو النتيجة ثلاثة امتحانات خلينا نعمل معدل عام لبطرس الامتحان الاول سفر الامتحان الثاني سفر الامتحان الثالث سفر النتيجة كم واحد ناجح وهون بدي اسأل انا السؤال اذا بطرس لمن اجل المسيح يعطيه العلامات من بلوق 22 61 الى 62 شوفوا وهون المسيح يعطيه علامات بيقول الكتاب فالتفت الرب ونظر الى بطرس ونعطيه علامة ونظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني سلاس مرات فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مر الصائد شو بيعمل قوله بيبكي لانه صائد اذا هلما حطينا بطرس بالاختبار وبالامتحان طلع بطرس صائد وعاد يبكي لانه اخذ سفر على العلامة والنتيجة اعطاياها الرب وقال له يا بطرس انت ما نجحت انت صائد وانا بدي اقول لكل واحد مننا لو اجا الرب يسوع وقف قدامك واجا يعطيك علامة شو بتتوقع على العلامة وانا بدي اقول لكل واحد منكم خد ورقة وحط علامة لنفسك اديش العلامة اللي ممكن تتوقع بيعطيك ياها الرب لكن انا هون بدي اجي معكم حتى ندخل في الموضوع مباشرة ما بدنا نطول كتير حتى ندخل فيه اجا الرب يسوع بعد القيامة هذا كان قبل القيامة اخد بطرس ثلاثة صفورة قبل القيامة بتنا نشوف بعد القيامة شو صر له وهيدا المقطع اللي قرأناه بعد القيامة لمن اجا الرب يسوع وسأل سمعان ابنيونا يا سمعان ابنيونا اتحبني الامتحان ماشي وانا اليوم بدي ركز بدي ركز في هذا الامتحان على ثلاثة اسئلة عادة بالامتحانات بيعطوا عشر اسئلة لكن حتى ما اطول عليكم اليوم اخترنا بس ثلاثة اسئلة السؤال الاول منسميه سؤال محير والسؤال التاني يعني هو جواب مخجل اول شي سؤال محير جواب مخجل والتالت مؤهلات مطلوبة لو حطونا هذه الاسئلة شو السؤال المحير اللي حبي حيرك يا بطرس شو الجواب اللي بتخجل منه ها وشو المطلوب منك تعمل حتى تنجح بالامتحان وهيدا بدنا كل واحد مننا يحط لنفسه علامات اليوم حتى ننجح بالامتحان ونفوز بامتحان المحبي امين اذا اليوم عنوان موضوعنا امتحان المحبي والسؤال والسؤال المحير اخدت اخدت ثلاثة سفورة بالامتحان ما ننجحت الان ورجع الى التعهد اللي تعهدوا وشاف النتيجة اللي صدرت النتيجة اللي صدرت ما كانت مرضية ابدا شو بيقدر يقول للرب يعني كان يقل له للرب يا رب انا مستعد ان امضي معك الى السجن والى الموت طيب شو كانت النتيجة لوين مشي مع الرب يسوع ولا خطوة حتى قدام جارية ما تجرى يقول للرب يقول اني انا بحب الرب وهون بدي اسأل هل انت تعهدت شي مرة انك تحب الرب هل قلت للرب يا رب انا بحبك وانا متعهد اني حبك وبيدي عيش اليك لكن كم مرة تراجعت وكم مرة سقطت وكم سفر اخدت كم سفر سجل عليك لحد الان بطرس اجيتوا هدي الزاكرة لمن قال له الرب يسوع يا سمعان ابن يونة اتحبني يعني رجع بالزاكرة قال له كل الماضي ولو هلأ الرب يسوع بيقلك يا فلان حط اسمك يا فلان اتحبني شو الجواب من الداخل يا رب انا بحبك لكن بالاعمال والافعال والاشياء اللي انا عم بظهرها مش الظهر اني عم بحبك يعني انا بحبك بالكلام لكن مني عم بقدر بعمل شي فعلي مش عم بقدر بقدم شي عملي ولذلك هون سؤالي وانت عم بتفكر وانت عم بتفكر انك بدك تحب الرب وبدك تخبره عن شي تبرهن له انك بتحبه هل يوجد شي تبرهن به انك بتحب الرب هل عندك شي تبرهن له للرب انك انت بتحبه فيك تقدم له برهان انه يا رب انا بحبك وهيدا وهيدا اذا ان السؤال محير فعلا ان قلبي من الداخل يقول اني احب الرب لكن كل افعالي كل اعمالي تبرهن عكس ذلك اذا بالحقيقة الضمنية بالحقيقة الكامنة في قلبي اني انا بحب الرب لكن بالنتيجة العملية انا صائد مش عم بقدر بنجح بالامتحان لانه كل ما وضعت الامتحان في علم على امر بيصد بالامتحان اذا لنحب وهون الكتاب المقدس يقول هذه الكلمات لنحب لا بالكلام واللسان بل بالعمل والحق اذا لنحب بالعمل والحق وهنا حين يوجه الينا هذا السؤال تحضر خطيانا وافعالنا امام اعيننا فماذا نجيب بعد هل نحب الرب اذا السؤال المحير هل تحب الرب وهون لم يسألك يا فلان حط اسمك يا فلان اتحبني وانا متأكد عندك جواب لكن خجول اذا نأتي الى النقطة التانية الجواب الخجول الجواب الخجول اللي هو لم يستطع ان يبرهنه بطرس بافعال حقيقية لكنه اعتمد على الرب انه يا راب انت بتعرف اني بحبك تعرف انه عندي شي جزء في حياتي بيقول اني بحبك انت بتعرف انت شايف داخلي وبتعرف شو اللي بقلبي انا بحبك لكن لما وضعتني على المحقي العملي انا سطط انا بحبك لكني سا�ت انا بحبك لكني مخادع انا بحبك لكني كزاب انا بحبك لكن لكن main انا بحبك يا رب لكن مش ايه هيدا الجواب الخجول دايما من قل له يا رب انا بحبك ومن حكمة لكن جواب خجول جواب خجول ما ادر بطرس يرفع راسه بافتخار هيك يرفع راسه لفوق ويقول له يا رب انا بحبك تعرفوا ليه لانه تذكر الماضي بسرعة لكن بطرس انا بطرس احنا راسه يا رب انا بحبك وعرف شو في جوا يا رب ما تبين لي شو في عندي بس انا بحبك يا رب وهذه كلمة انا بحبك وهلا لو اجا الله يسأل كل واحد منكم بتحبني هل بيكون جوابك مرفوع الرأس او خجول ارجوكم تجاوبوني مش لقلي جاوب نفسك امام الله هل جوابك خجول امام الله ام جوابك مرفوع الرأس وانت بتبرهن بحياتك وبافعالك وباعمالك انك بتحب الروم وهون انا لم اسأل عن كمية المحبة لكن اريد ان اسأل عن النوعية ليس الكمية بل النوعية وطبعا المحبة ليست بالكمية بل بالنوعية وهون سؤالي هل محبتك تحتمل كل شيء هل محبتك تصدق كل شيء هذا كان الجهاد اللي حكينا عنه الاسبوع الماضي هل محبتك ترجو كل شيء هل محبتك تصبر على كل شيء هل تضحي هل تصبر هل تواجه كل واحد منكم يستطيع ان يقف امام الرب ليعبد الرب ويتكلم عن نوعية محبته للرب تقدر تقول له يا رب شو نوع المحب اللي عندك كل واحد منكم يستطيع ان يقول للرب انه يحبه لكنه يخجل ويتكلم بخجل عن نوعية محبته للرب نحب الرب ونعمل الخطيئة نحب الرب ونعيش بالتمرد والعصيان نحب الرب ونكره الاخرين نحب الرب ونزيد من النميمة هذا المحبي ما بعرف اديش فيه محبي في هذي لمن هذي كلها عند الامتحان ما بعرف اديش بتعطينا علامات لمن بتحطها بالامتحان ما بعرف اديش انت رح تاخد علامي على هذا في قلبك ضغيني تجاه بعض الناس ضغيني يعني بغضة كراهية في ناس بعض الناس انت زعلان منهم ما بتحبهم ما بتحب ينموا ما بتحب ينجحوا وبدك علامي من الرب انك انت بتحب اي نوع من المحبي هذا تحب الرب ولا تعمل له اي شيء افحص نفسك افحص مواقفك افحص قراراتك هل هي تعمل لمجد الرب هل محبة الله في قلبك هي نار مقدسة لا تهدأ الا بفعل مرضات الله في حياتك الله فاحص القلوب ومختبر الكلا ان الرب يعرف نوعية محبتك له لا تفكر انه الله ما بيعرفها الله بيعرفها ان بطرس تعهد سابكا لكنه لعنى وحلف وشتم وانكرا وتحدى ولذلك هذه المشاعر الان تستحضر امام بطرس ولا يستطيع ان يجيب بجرأة ولا بكلام واضح لمن سأل الرب يسوع يا سمعان ابنيونة اتحبني وكان جوابه خجول مش قادر يجاوب صحيح لانه شو بدي يقول انا بحبك يا رب لكن 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 كل هذه الامور كيف تجتاز الامتحان وانت في هذه الحالة كيف تجتاز الامتحان قد تكون الكمية تحتوي وانتبهوا والكتاب يقول انه كل واحد عنده خشب وخذف خذف وذهب الكمية اللي عندك شو نوعيتها خشب ولا خذف ولا ذهب ما هو الكمية مش مهم اديش الكمية ها لكن المهمة النوعية اذا شو نوعيت المحبة اللي انت بتحب فيها لم بتقول انا بحبك ونحن منقول لبعضنا البعض نحن منحب بعضنا البعض وكل واحد بيقول للتاني اني انا بحبك وهون متل ما منقول بيحب الكلام والكتاب يقول لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق واما المحبة فلتكن بلا رياء في محبك الزابي وفي محبة صادقة اذا شو نوع المحبة اللي انت بتحب فيها الله بديو يضعها على الامتحان انك ممكن تقنع كل الناس الاخرين انك بتحب وممكن تقنع خادم الرب انك بتحب ممكن تقنع كل الناس حواليك انك انت محب لكن سؤالي فيك تقنع نفسك ما حدا بيعرف ما حدا بيعرفك اكتر من حالك انت بتعرف اذا عم تكذب على الاخرين ولا لا فيك تقنع نفسك قدام الله الله ما فيك تقنع لانه بيعرف حالتك انا بدي اسألك فيك تقنع حالك قادر تقنع نفسك كون صادق مع نفسك وهنا بيقول كتاب لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا انت تعرف نفسك انت تعرف اين تتعثر المحبة وشوف صوت الرب بيقول في سفر الرؤية هذه الكلمات لملاك كنيسة افسوس اسمع هذه الكلمات برؤية اثنين اربعة وخمسة بيقول له هذه الكلمات لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب وعمل الاعمال الاولى وإلا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب يعني كان عن بيقول له لملاك كنيسة افسوس انك انت كويس وبتعمل كويس وعملت وجهدت وكنت بالجهاد ممتاز وبالعمل ممتاز كل شي ممتاز كل شي كان عندك كويس بالاعمال لكن اللي من جيت للمحبة انت صاقت اذكر من اين سقطت وتب وانا بدي يقول لكم لكل واحد اللي من تجي لامتحان المحبة اذا كانت امتحان المحبة صاقت وانت وحدك اللي بتعرف وين اتعسرت هذه المحبة فارجع لذلك المكان وابدأ الاصلاح من ذلك المكان اذا يجب ان نصلح وإلا لن ننجح لن ننجح في اختبار المحبة او في امتحان المحبة امام الرب انا احب الرب لكن هناك خطايا سرية وهذه الخطايا السرية تشكك في محبة الرب لمن انت بتجي تقول لي يا رب انا بحبك بيجي تطلع لك شي من داخلك بيالك كذاب انت ما بتحب الله لانه عندك كذا وكذا وكذا اجي مرة احد ال كان اولاد مدرست الاحد كنت في لبنان بيجي بيالي يا اسيس لازم تفصل بي وامي من الكنيسة قلت له ليه قال لي لان ان كذابين بيوا على الكنيسة وهني بيحملوا اني انحال اني كويسين لكن لمن بيعلقوا بعض بيسبوا مسبات بيشتموا شتائم يعني حالتهم بالويل لازم تفصلها يا اسيس ارجوك افصلهم من الكنيسة لانه هدول مش كويسين اذا لقابلهم بالبيت شوفوا النتيجة كيف كانت كيب ان يكونوا للاخر لمن بيوقفوا قدام الرب كيب بيعملوا وانا بدي اسألك شو بتعمل وهون لمن بيقله بسفر الرؤية لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فازكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى وإلا فاني ااتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها اذا هون لمن بيقله هذه المكان انه اذا ما بتتوب عن محل اللي تعسرت المحب فيها انا رح اقدمرك رح اقاصك لانه محبتك سقطة ومش ناجحة وهنا هل هذا يعني اننا نعرف ان الرب يعرف كل شيء كم واحد مننا مقتنع انه الرب بيعرف كل شيء بيعرف كلنا عارفين انه بيعرف معناته ما فيك تخبي عنه فيك تخبيها عن كل الناس عن الرب ما فيك تخبي ان الرب يعرف كل شيء فيك تستمر في الخطية واتبرهن للرب انك بتحبه انا متأكد ما بتقدر ما بتقدر من يسكر ويستمر بالسكر من يبغد ويستمر بالبغضة كما هو واللي اخذ قرار خاطئ ولم يتراجع عنه يا رب انت تعلم كل شيء انا احبك لكن حياتي ما فيها شي تغير اللي بيبغض بعده بيبغض واللي بيكذب بعده بيكذب واللي اخذ قرار غلط بعده على قراره الغلط وبعدنا من اقول له يا رب اني انا بحبك اي محبي هذي وانا بدي سألكم سؤال انتو شو بتعطوه علامة لهذه النوع من المحبي رح تعطوه مثل البطرس قديش سفر ماشي لانه اللي بيعمل هيك اعمال محبته مش ناجحة سقط في محبته فمن هيك هل تصدق انك ستنجح في امتحان هكذا وانت تعيش هكذا حياة ليتك تقترب من عرش النعمة لتعلم ما هي الخطوات التي تؤهلك للفوز بالامتحان الحقيقي امام الله اجعل هذه المحبة ان تشتعل من لهيب محبة الرب لتصبح محبة حقيقية ترضي الله وتنير على الناس مش هيك بيقول لنا الكتاب قال يارو الناس اعمالكم الحسنة فيمجد اباكم الذي في السماوات والسؤال يا سمعان ابن يونى اتحبني نعم يا رب انت تعلم كل شيء انت تعرف انه احبك بما انك انت بتحب الرب خلينا مع بعض نأتي الى النقطة الاخيرة وهي المؤهلات المطلوبة للمحبة حتى تحب الرب وتنجح في المحبة شو المطلوب منك شو المطلوب بقى الله بيقول لك اريني محبتك اظهر محبتك لي وانا بدي اسأل السؤال ما هو الفرق بين من يحب الرب ومن لا يحبه في فرق بيناتهم في فرق ولا ما في فرق اكيد في فرق ماشي اريني غيرتك على عمل الله وعلى مجده هل انت تهتم بخراف المسيح وتطعمها هل انت ترغب في ان تجمع هذه الخراف وتجعلها تسير وراء المسيح او انت ترعبها وتشتتها اي نوع انت وهون بدك تقول انا محبتي صحيحة اتحبني وكان جواب بطرس نعم يا رب كان جواب الرب له ارعى خرافي ماشي اذا انت بتحبني ارعى خرافي سألو ثانية يا سمعان ابنيونة اتحبني نعم يا رب ارعى غنمي سألو ثالثة يا سمعان ابنيونة اتحبني نعم يا رب ارعى غنمي إذا أنت بتحب الرب إديش يعني أهمية الرعاية الخراف والغنم في كنيسة الرب الكنيسة هي كنيسة الرب والشعب الذي فيها هم خراف الرب الذين اشتراهم بدمه إن محبة الرب تعني الاهتمام بكل هؤلاء ومساعدتهم على تمجيد الرب والسير في طرقه وخلينا نمشي مع بعض خطوة خطوة حتى نعرف شو هي الأشياء اللي بتأهلنا للفوز بالامتحان المحبة امتحان المحبة النقطة الأولى تحب الرب من كل قلبك حط نقطة على السطر تحب الرب من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك ما بتحط شيء تاني معه الرب وحده شيء بتحب كلمة الرب وبتلهج فيها بدك تحب كلمة الرب بدك تقرأ الكتاب المقدس أنا لو سألتكم لو سألتكم اديش بتقرأ بالكتاب المقدس بالبيت اديه كم مرة بالنهار او كم مرة بالاسبوع او ربما كم مرة بالسنة اديش عم تقرأ عم تحبها بيقول المرنم وجدت كلامك فأكلته يعني انا بحبك يا رب لهذا السبب بحب اقرأ الكلام بحب اقرأ كلامك حتى تفوز بمحبة الله بدك تفوز بمحبة الكلمة وتقرأ كلمة الله تحب كنيسة الرب وتعمل على انجاحها تعرفوا ما هذا بيقدر يقول اني بحب الرب وبكره الكنيسة او انا ضد الكنيسة انا بحب الرب وما بحضر اجتماعات معقولي؟ لا بتحب الرب بتحب الكنيسة اذا محبتك للكنيسة وعملك على النجاح الكنيسة اول الف يعني بتحضر كل الاجتماعات ب بتساهم في كل خدمة تطلب منك كل خدمة تطلب منك بتقوم فيها جيم بدك تخضع لكل ترتيب بالكنيسة ديل بتكون نشيط في جلب الخطاة الى الكنيسة حتى يسمعوا كلمة الرب ويطيعوا الله بدك تجيب ناس تخدم الله يعني ها اضعوا نفسي في خدمة الاخرين ومحبتهم يعني لا نطلب ما لانفسنا بل ما هو لاخرين ايضا وابتعد عن كل انانية وروح تسلط اذا انت فعلا بدك تنجح بدك تعمل هذه الخطوات اذا ابتعد عن كل انانية وعن كل روح تسلط اذا ثلاثة انا بتحب الكنيسة اربعة تحب حياة الصلاة والتكريس انا ما بعرف المؤمنين بهالايام اديش هني بيحبوا يصلوا تعرفوا مرات منصير مثل الفريسيين منحب ما ظاهر الصلاة لكن لا نحب الصلاة نحب ان نقوم في زوايا الشوارع ورؤوس الشوارع ونظهر للناس اننا منصلي ولكن ما عنا صلة حقيقية بالله الصلاة هي انك تدخل الى عمك الشركة مع الله انك تخضع نفسك لالله انك تسمع صوت الله عم بيكلمك انك تتكلم مع الله وتسمع الله بيتكلم اليك هذه هي الصلاة الصلاة ليست مظاهر الفريسيين والكتب كان عندهم الصلاة مظاهر اما انت اذا كانت الصلاة بدأت تكون مظاهر هذه الصلاة ما بتواصلك الى مكان شوف المرنم بيقول هذه الكلمات يطيب ساعات بها اخلوا مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رقيب بالصلاة بتستمتع بحضرة الله بيقول المرنم واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس ان اسكم في بيت الرب لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله هذه هي الصلاة بدك تستمتع بالله بدك تسمع صوته بدك تخلي صدى حبه يدخل في قلبك وفي حياتك هذه هي النوع من الصلاة اللي بدك تصليها مش كلام فقط مش روتين مش طريقة الفرسيين ولا الكتب خمسة الناضجين بالإيمان عليهم ان يعلموا المولودين حديثا ويساعدوهم على النمو في المعرفة ومحبة الله يعني المؤمن الناضج بده يعلم غيره ويساعد غيره مش بده يتكبر عليه ويشوف حاله عليه لا بده يعلمه بده يساعده أي نهتم بالآخرين ونساعدهم على النمو رقم ستي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة نامين في المحبة هذا العمل مهم مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة نامين في المحبة تعرفوا أحد الأشخاص قال لي هذه العبارة حكي عن هذه الكنيسة وقال هذه الكلمات صرح وقال أنه الشيء اللي شدني إلى هذه الكنيسة هو المحبة التي تسود فيها لقد أحسست أن جميع من فيها هم عائلة واحدة وكل منهم يحب الآخر فأحببت أن أكون جزءا من هذه العائلة التي تحب الرب أي شهادة حسنة ليس أي لما واحد بيجي وبيشوف الكنيسة كلها عائلة وحدة وكلها بتحب بعضها البعض قال أنا بحب كون واحد من هذه العائلة اللي بيحبوا بعضهم هذه الكنيسة الحقيقية هذه المحبة الحقيقية أنه الناس تصير تحب بعضها البعض مش نخضع بعضنا ونكذب على بعضنا وأنا بدي أقولكم إذا دخل لصوص إلى الرعية اللصوص يبددون الخراف ويشتتونها طيب أنت شو عملك واجبي أنا واجبي أن أحافظ على الرعية وأحميها من اللصوص واجبي مش بعمل على تدميرها بحافظ عليها وبحميها حتى أنجح بمحبة الراب رقم تسعة أن الخراف تحتاج إلى رعاة تقودها إلى المراعي لأن الخروف ما بيقدر يطعمي خروف آخر الخروف بده راعي طعمي ما شاء والخراف ما بتقدر تطعم بعضها البعض لكن الخراف بدها مين يقودها إلى المراعي ويطعمها وإذا صرنا كلنا رعاة ما عاد فينا حدا يقدر يطعم صحيح قال في أناس الله أقامهم على هذا العمل حتى يطعموا وحتى يهتموا إذن الحب الذي يقدم عبر الخدمة وعبر المعرفة وعبر النمو هو يجب أن لا نسيء إلى عمل الله بأن نأخذ دور غيرنا كل واحد الله عطاه دوره في الكنيسة المعلم في التعليم المرنم في الترنيم الخادم في الخدمة المدبر فباجتهاد إذن الراحم فبسرور كل واحد عنده عمله ما هذا مننا يطاول على عمل غيره ويصير يقول أنه عمل غيره أهم من عمله وبدو يحصل بس عمل غيره والخضوع أمر مهم في كنيسة الراب إذا بدنا ننتبه لهذه النقطة الخضوع شو هو أمر مهم في إحدى الكنائس الخادم أدم اقتراح لمن أدم اقتراح رفض الاقتراح بالكلية فإجا يعني مع أنه كان الاقتراح جيد جدا إجا أحد الأشخاص من الأخوي يقول له تعرف يا أسيس لو حدا غيرك أدم هذا الاقتراح كان وافقوا عليه مية بالمية بس لأنك أنت أدمته رفض والسبب لأن وصلت الكنيسة بمرحلة لا تحترم قادتها ولا تقبل بإرشاد قادتها ورعاتها فلمن بنحطهم قدام المحبة كيف بيصيروا إذا العمل الجيد بنرفضه لأنه قدم يعني من شخص نحن ما بننطيعه إذن الخضوع أمر مهم يجب أن ندرب نفوسنا لنخضع وأنا بدي أسأل كيف هذه الكنيسة بدأ تنمى وبدأ تتقدم إذا الراعي والمرشد الروحي لأنه بيعلم أي شيء بيرفضوه لأنه صدر منه من ينتظرون أن يقودهم مين البدي يقودهم إلى المكان الصحيح إذا كان أعمى يقود أعمى اتنينات وين بيقعوا بالحفرة لازم واحد يفتح يعرف يفهم كلمة الله يقود الآخرين إلى المعرفة الحقيقية إذن إن المحبة الحقيقية هي أن تشجع الآخرين على روح الطاعة وليس على روح التمرد إذا بدك تنجح بعمل الله وبمحبة الله ما بدك تشجع الناس على روح التمرد بل على روح الطاعة والمحبة الحقيقية تجعلك مسؤول عن كل موقف وعن كل تصرف تجاه الرعية إن كان بالقول أو بالفعل واللي كان دانيال شخص مبارك تعرفوا ليه؟ لأنه كان تأثيره على رفقاته تأثير جيد وهو كان مؤمن مثالي ورفقاته صاروا مؤمنين مثاليين مش نوع التمرد لكن أنا بدي أسأل كم من أناس هم قادة ولكن ليس قادة للرب القادة للتمرد كم من أناس قادة لكن قادة للعصيان كم من أناس قادة لكن قادة في حب التسلط والطغيان لذلك ما بدنا قادة من هذا النوع لأنه إذا كان هذا النوع من القيادة هذا النوع ما بوصل الكنيسة إلى مكان سليم ولا إلى مكان صحيح بل إلى تدمير الكنيسة تذكر إن الرب قد أحبك وقدم نفسه لأجلك والسؤال وأنت ماذا تقدم له؟ بولوس يشجعنا أن نقدم نفوسنا للرب اسمع بولوس بيقول بيرومي 12 واحد وبيطلب إلنا طلب وبيترجعنا اسمعوا ماذا يقول بولوس قال فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة إذن حتى تفوز بالمحبة أول عمل بدك تعمله تقدم نفسك ذبيحة على مسبح الرب وتقل له يا رب أنا إليك بالكلي قلبي وجسدي وروحي ونفسي وكل شيء ما فيه كل ما فيه يا رب هو إليك وأنت استلمني أمر آخر كل قرارات تتخذه كل قرار تتخذه يجب أن يكون نابع من عرشه النعمة من عرش حضرة الله يعني قبل ما تاخد أي قرار روح على مخدعك وصلي وأطلب من الرب أن يرشدك شو الأرار اللي بدك تاخده ليس على استحسان نفسك بل ما يريد الرب لأنه في كثير من الأحيان نحن نسيء إلى الرب وإلى خدمته لأن قراراتنا تكون نابعة من أنانيتنا القرارات اللي من ياخدها بتكون نابعة من الأنانية وحب الزيت والتسلط ليست من عرش النعمة بل من أنفسنا لهذا السبب بتكون قرارات خاطئة ومغلوطة امتحن قرارك هل هو نابع من عرش النعمة ويعمل على تمجيد الرب وحده ولا سواء وهون بدي أقول لك وأخيرا هذه آخر ناطة اسمعها للفوز بامتحان المحبة عليك أن تقدم قلبك وعينك ويدك ورجلك وعقلك وكل أحاسيسك وكل مشاعرك للرب ليكون هو سيدا عليها ولا تعطي عزرا لنفسك اسمع صوت الرب يقول لك يا حط اسمك شو اسمك يا ضع اسمك أنت في هذا المكان أتحبني أتحبني عندها تستطيع أن تجاوب بناء على ما سمعت من كلمة الرب تعرفوا خليني خبركم هذه القصة رح أختم فيها مرة ولد عمره 12 سنة كان يروح إلى كنيسة وكانت الكنيسة بعيدة عنه 12 كيلو متر ما كان عنده سيارة كان يمشي على رجليه وهو رايح كان يمرو على عدة كنائس وجاء أحد الأشخاص ينصحه قل له أنت ليش جاي لهذه الكنيسة ما في كنائس غيرها قال له مبله فيه قال له ما في كنيسة قريبة على بيتكم قال له مبله موجودة طيب ما في كنيسة غيرها قال له مبله فيه كمان كنيسة غيرها على بعد 500 متر في كنيسة من بيتنا على بعد وين كيلو متر في كنيسة قال له طيب ليش بتجي على هايدي الكنيسة اللي بعيدة كتير عن بيتكم وإنت بتتعب حتى تمشي كل هايدي المسافة تتوصل قال له بتعرف ليه قال له لأنه بهيدي الكنيسة بيحبوني لأنه هايدي الكنيسة بيحبوني وأنا بيجي بحب أصلي لأني بعرف في ناس بتحبني في هذه الكنيسة تصدقني أهم عمل أهم عمل حتى تبرهن محبتك للرب أنك تحب الرب وتحب أولاد الرب وتصير الكنيسة كنيسة محبة مش نحقد على بعضنا ونزعل من بعضنا ونكره بعضنا منحب بعضنا البعض هيدا الولد كان يقطع مسافة 12 كم على الرجلين مجن سيرا على الأقدام لكي يصل إلى كنيسة بتحبه وأنا بقول لك أنت لما بيجي شخص على هذه الكنيسة لما بيعرف أنك بتحبه لو كان على مسافة أميال رح يجي ويستمر يجي لأنه بيعرف أنه في ناس بيحبه حتى تخدم الرب خدمة حقيقية بدك تحب الآخرين يا سمعان بن يونة أتو حبني إذا بتحبني بدك تحب الرعية إذا بتحبني بدك تهتم فيها بدك تخليهن يشعروا أنهن محبوبين كل واحد مننا بيحب الآخر أحد الأشخاص كان عن بيقلي قبل فترة من الزمن أنا لم نجيت على الكنيسة كنت فرحان لأني حاسس أنه هذه الكنيسة بيحبوا بعضنا البعض لكن ماذا حدث الآن بشوف خصام بشوف كلمات بشوف مشاجرة بشوف وين المحبة أذكر من أين سقط وتوب ارجع للمحبة لأن المحبة الحقيقية هي اللي بتبني الكنيسة وهنا تضع محبتك أمام الامتحان إن الرب يسوع نجح في الامتحان فعليك أنت أن تفوز أيضا دعونا نحن رؤوسنا بالصلاة نسكب قلوبنا أمام الله في الصلاة ياريتك كل واحد مننا يقول له يا رب سعدني حتى حبك من كل قلبي حتى فوز وإنجح بامتحان المحبة ليس بالكلام بل بالعمل والحق يا رب أرجوك أنك تتمجد في وسط شعبك أرجوك أنك تمد إيدك وتلمس كل واحد مننا وتجعل الضعيف فينا بطل في الرب حتى اسمك يتمجد واسمك يتعظم كمل عملك معنا ليس لنا ليس لنا بل لإسمك نعطي كل المجد من الآن وإلى الأباد آمين أرجوك أنك قلبي مديون بحبك لي رديت حياتي بنعمة غنية وعشان حنانك سبا حياتي وعشان جمالك مل العيون قلبي مديون للمنتهى أحببتني مرت علي وأومتني علت مقامي قدستني أنا قلبي ليك على طول مديون للمنتهى أحببتني مرت علي وأومتني علت مقامي قدستني أنا قلبي ليك على طول مديون قلبي مديون بحبك لي رديت حياتي بنعمة غنية قلبي مديون لحبك لي رديت حياتي بنعمة غنية وعشان حنانك سبا حياتي وعشان جمالك مل العيون قلبي مديون عندك سلطان يكسر القيد ويدمك يا ما حرر عبيد دمت جروحي حررتني نسيت أثامي بقلبي حنون عندك سلطان يكسر القيد ويدمك يا ما حرر عبيد دمت جروحي حررتني نسيت أثامي بقلبي حنون قلبي مديون بحبك لي رديت حياتي بنعمة غنية قلبي مديون بحبك لي رديت حياتي بنعمة غنية وعشان حنانك سبا حياتي وعشان جمالك مل العيون قلبي مديون أمين يا رب نشكرك من أجل محبتك العظيمة التي أحببتنا بها يا رب نشكرك لأنه لمن وضعت محبتك بالامتحان كانت علامة جيدة جدا بامتياز عالي جدا لأنك حبيتنا وهيدي المحبة اللي لازم تكون عند كل واحد مننا يا رب علمنا نحبك مثل محبيتنا علمنا نعيش في هذه المحبة بارك كنيستك املك على قلوبنا وعلى حياتنا واجعل حبك يسود فينا لإسمك كل المجد إلى الأبد أمين والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين